البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالتقافة رجع لك البرنامج الحكومي عامر بتعميم والعبارة الفضفادة كنقرأوا في صفحة واحدة لا ما كنش عبارة فضفادة هاني معك أستاذ العرج هاني معك أستاذ الوزير كنقرأوا في صفحة 71 مثلا أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لمجال التقافة بتنصيص على مجموعة من التدابير منها إرساء استراتيجية ثقافية وطنية كاين توفير البنيات التقافية الوطنية الأساسية كاين الرفع التدريجي للميزانية وتوسيع قاعدة المساريح الوطنية أستاذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالتقافة رهما فيش أدنى تدقيق فعاليات سنفيد هذا الوعود لا ما سمح لي فيه بزاف ديال الكلام الكلام اللي دائما كيتقال وكيتجسر لا ما سمح لي فحينما انتحدثوا عن البرنامج الحكومي وفق الدستور شو سيقولك تتقدم الخطوط العريضة أنا ما غديش نقولك أنا غدي ندير مصرح في مراك شو ندير مصرح في مرزازة تقولها في البرنامج الحكومي ولكن احنا دابعنا واحدة استراتيجية وطنية شوف استراتيجية وطنية للتنمية التقافية ورا بدينا فيها ويكون عندنا واحدة الجنات تقنية فيها العديد حيث التقافة لا تعني وزارة التقافة ركا تعني وزارة تربية الوطنية تعني وزارة الأوقاف تعني وزارة المالية وبالتالي احنا رابدينا في بصد ديشكيد واحدة الجنات تقنية لبلورات استراتيجية وطنية برنامج الحكومي 89 صفحة تقريبا. وكلمة ديالة تقفى من دكوارة 31 مرة والسادة. لا لا مش هي. كلمة كين شوف دبا كين برنامج حكومي ويفقى مقتضية الدستور تنهضروا على الخطوط العريضة. راكي نفحين مأقل استراتيجية وطنية التنمية التقافية كما جاءت في طريق حكومي. لها العديد من الدلالات كتعني أنه لا بد من إرصاء سياسة عمومية مندمجة مندمجة شمولية ومقاربة شاركية. وتدخل عديد من الفاعلين لرسم الأولويات في مجال دير استراتيجية وطنية التنمية التقافية. وهذا شيء كان أنا تقول له مش حق التقافة مثلا غير في المدن. حتى في العالم القراوي را ما كانش. خسنا بنيات تحتية في العالم القراوي. هل حق التقافة فقط بالنسبة للمدن؟ راها حق التقافة لجميع المواطنين المغاربة. لي في الجيبال. لي في السهول. لي في جميع المناطق المغرب بالمملكة. خسوم يستفدو مع حق التقافة. لي هو حق دستوري. ما شيء هو غير في واحد المدينة. ورايا في المدن ما را ما كانوا له أستاذ. وانتبه لو نتعاونون ونصر الواحد ما يرضي الجامعة. هذا لا بد. وانترك نائب برلماني. وكان هو برلماني على مدن متوسطة تعداد ناحية السكان. أرى ما كان لقاء عالم. صراحة. وانترك منطلع عليه بالنظر من قربك من ناس. وهذا من إيجابية. أنا كنت تكون كنت مارس الأعمال البرلماني. دوس عشر سنة في البرلمان. كنت كان عاني أنا مع المواطنين وفي طلبات ديالهم. وبالتالي أنا دابه في المنصيب ويزاري. را تستحضر ديك المؤانات اللي كانت عن ديك نائب برلماني والطلبات ودك سياسة القرم مع المواطن وكذا. را أستحضرها أثناء الاشتغال دابه كوزير. ترجمة نانسي قنقر